أهلاً 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 يادي النور إزاك يا شيخ الحمود؟ عامل إيه؟ ما يباري فيك إزاي؟ أخبرك إيه؟ كل سنة وإنت طيب وحضرتك بخير وصحبت سعيد عليك ربه على كل وعلى كل الناس كنت صعون طيبين يا جماعة منورين والله أخبرك إيه؟ الحمد لله بخير بأنا بقى لحظت إنه وإحنا دخلين عرفتني على الولدين الشبان الرائعين أولادك أسميهم إيه؟ آه شيخ ياسين الثهامي الثغير آه ياسين الثغير ده ياسين جونيور زي ما بيقولون جونيور ياسين الثهامي جونيور آه هو سائر الحق محمود الثهامي سائر الحق الله أكبر إيه الإسم الجميل ده؟ جميل ما شاء الله ربنا يخليهم لك الله يبرك في حاله إنت اللي خدت قرار إنه هم بقى يبقوا ينشدوا ويبتهلوا اللي هم اللي عاوزين لا هو الفكرة إنه كان عليهم فلوس اللي هي فبقى طبعهم معايا لحد ما يخلصوا اللي عليهم لا والله صحيح هم اللي فكروا فيها؟ لا هو سبحان الله يعني أنا من زمان طبعا وهي العائلة كلها الحمد لله موهوبة وأنا أتمنى إن رب يكرمهم ويكملوا هذا الطريق اللهم أمين بدعمهم وبأهلهم بالدراسة وبالاحتراف إنه هم بيطلعوا معايا حالين في حفلات كتير واللي هم تركاتهم الخاصة وبعدهم كمان في حاجة تانية مهمة جدا يعني ممكن نحكي عليها في خلال لما هنحكي المسيرة الإنشاد هم برضو لهم هيكون لهم دور معين مش هم بس هم وناس تانيين معهم من نفس سنهم فربنا وفق كده بأهلهم وهم طبعا في الآخر هيختاروا لما يكبروا يبقوا أصحاب قرار ساعة ما يبقوا أصحاب قرار وياخدوا قرار إنهم يكملوا في هذا الطريق يبقوا على الأقل عندهم مؤهلتهم مش لسه هيدرسوا ويحترفوا لا يبقوا خلاص لا يبقوا عندهم يبقوا أصحاب قرار ويبقوا مؤهلين يعني يبقوا خلاص مش هيبتدوا من جديد لا يبقوا فعلا لا بدئين وعندهم أرضيتهم وعندهم اسمهم وعندهم تاريخهم وعندهم مقومتهم وعلى أساسه ياخدوا قرارهم والله في أي هيختاروا أي حاجة تانية اللي عاوز يدخل طب عاوز يبقى دكتور اللي عاوز يبقى مهندس اللي عاوز يبقى ظابط اللي عايز يبقى منشد ده قرار ليهم بعد لما يدبروا إن شاء الله بإذن الله لكن هم حاليا طبعا أنا صاحب القرار هم ليس صغيرين أيوة لكن لما يبقى عندهم إن شاء الله تسعين سنة يبقوا صاحب قرار بعد ما يتموا التسعين بأمر الله يدي لهم طلط العمر إن شاء الله ويددنا العمر لكن لحد سن تسعين أهل صاحب القرار خلاص طبعا إحنا لين حق الوصاية عليهم لحد ما يتموا واحد وتسعين خلاص بشؤ طريقك اشتركوا في القناة